هنروح لكرة تسالة رجال الحمد لله يعني سلسلة اللي هزيمة مستمرة كان آخر طبعا المباريات مبارات الجزيرة لنقلناها هنا من نفس الستوديو ستوديو الأبطال لنقلناها لحضراتكم وطبعا فوزنا بفرق 13 نقطة بعدما وصل الفرق في بعض الفترات في الكوارتر الرابع اللي 39 نقطة فرق طبعا الفرقة شكلها جيد يعني اللعيبة حالة فنية جيدة في لعيبة دخلت على الخط وعملت يعني شغل كويس جدا أنا شايف فرقين مع الفرقة مروان سرحان وإحنا قلنا الكلام ده في السوديو التحريق هاو لسه بقول مروان سرحان جاء على الشاشة مروان سرحان الحقيقة إحنا عندنا أزمة في مركز أربعة وكان عمر الجندي بخبرته المعهودة وإمكانياته العالية كان بيساعد في سد الثغرة دي ولكن بعد رحيل أحمد حمدي وبعد طبعا يعني إصابة مروان سرحان في أول الموسم خال هذا المركز تماما النهاردة كان بيغطيه عمر الجندي وكان بيغطيه عبدالله ناصر عبدالله ناصر مصاب اليومين دول فعنده حاجة في السمانة فهيطول شوي فعودة مروان سرحان لمستوى المعهود اللي جيبه من سموحه هي ثلاثة بونت المروان سرحان هي باتكلم عنه الحقيقة نجح ايه أهو يعيني والله يعني يعني احنا بنقول الحقاية بنقول الرؤية يعني مروان سرحان حط 11 نقطة طبعا عمر الجندي زي ما حادتكم شايفين حط 4 ثلاثات 12 بونت 4 المهم يعني عمر الجندي من اللعيبة اللي قايمة بشكل كويس جدا ومحافظ على مستوى مؤمن خيري لعيب بالرغم من صغر سنه ولكن ليه مستوى ثابت وديه أهم حاجة اللعيب النجم مش اللعيب اللي بيحط 30 بونت بس اللعيب النجم هو اللعيب اللي بيحافظ على مستوى ثابت طول أو أطول فترة ممكنة لو ثابت ده بقى عالي بقى لعيب سوبر ستار زي أهاب أمين كده لو انت دخلت بقى انت بتحافظ على مستوك ثابت وعالي فأنت سوبر ستار انما اللعيب اللي بيسميه لعيب نجمة أو لعيب كويس أو لعيب شايل ده اللي بيحافظ على مستوى ثابت يعني مستوى يعني ثابت طول المباريات اللي بيحافظ على مستوى بقى عالي جدا ده اللعيب اللي بيبعى السوبر ستار وعندنا منهم كتير عمر الجندي عندك ياهب أمين عمر طارق أنا مش عايز أنسى حد طيب الميزة كمان في فريق السلة كمان احنا بخمس اصابات الماتش اللي فات ونفوز نفوز مرتاح معلش انا بسهب شوية في هذا الخبر لان الباسكت عليهم من السنة دي ده ماتش الاتحاد بقى اللي كان عندنا طيب احنا ليه بنعيد لقطات ماتش الاتحاد عندنا بقرة ماتش الاتحاد العودة وماتش مون بقرة مهم عشان تحافظ على الصدارة طيب خدت اول او تالي تفرق زي اليد سيدات مثلا لا ما تفرقش في حاجة هتاخد اول هتلاعب تامن هتاخد تاني هتلاعب سابع الدنيا قريبة مش بعيد ولكن هو وضع نفسي شوية ان انت تفوز على الاتحاد طيب الاتحاد عنده يعني مشكلة فنية ان اللعب المحترف اصيب عنده صبف كتفه والانباء اللي جايه من اسكندرية انه هيتم استبدال اللعب المحترف بكوري اللعب اللي كان معهم السنة اللي فاتت طيب احنا وضعينا ايه احنا عندنا اصابات اه يعني كابتر احمد الجرحي في اللقاء اللي كان بعد المباراة قال انه ممكن عمر طارق يلحق المباراة عمر طارق وابو النص اللي كانوا موجودين في الاسكور الماتش اللي فات بس ما لعبوش عمر طارق لما بيكون موجود برج الاهل العالي بيبقى الدنيا اسهل عندنا تحت الحلقة كتير ده ما يبنعش طبعا احمد اسماعيل الماتش اللي فاتت 11 بنت فالدنيا معاه جميلة جدا احمد يعني لجي عبوستعد الثقة بشكل كبير طبعا وولتر هوجي كان هداف الماتش اللي فات 19 بنت وماتشات الاتحاد دايما بتشهد سنائية وولتر هوجي مع دولا لعب الاتحاد زي ما انتوا شايفين اهو فيه السنائيات اهو وولتر بيشجع نفسه لان دولا بيمسكه وهو بيمسك دولا فيه سنائيات كده بتحصل في الماتشات الكبيرة باللعيب النجوم فماتش بكرة ماتش مهم ولكن معنويا طب الفرق هتاخد راحة مفيش راحة باشا انت بعد اسبوع بالكتير هتروح داخل ملاعب السابع بيستوف تريه وفيه انباء ان الفاينال هيبقى بيستوف سيفن حاجة مجهدة بشكل كبير جدا ومن هنا احلى بالناشد لجنة المسابقات والاتحاد المصري لازم يزودوا عدد قايمة الفرق كتير جدا تبقى القايمة 14 لعيب على هذا الكم الكبير من الماتشات انا فاهم اتحاد السلة بيفكر ازاي اتحاد السلة بيقولك انا بعمل كده عشان اجبر الاندية تعتمد على ناشئنا تمام تعظيم سلام بس مش كل الاندية النادي الاهلي في الناشئين فبيضطر يحمل على اللعيبة الكبار بيضطر اللعيبة تتصاب واسابات بقى ببنشوفهاش بقى اسابات فلازم على الال الاربعتاشر لعيب في القايمة دي على الال يبقوا 16 على الال تزود مكانين فل كل فرقة وانا بقول لكم انا بتوقع ان ده القرار لان ده الصح اتحاد السلة بقى له فترة الحقيقة بياخد قرارات كتيرة صاح بامانة احنا زي ما كنا بنهاجم وبنقول الحقيقة بنهاجم للمصلح انما لما بتتاخد قرارات صاح بيقول فيه قرارات صاح منها انتظام المسابقة موعيد محطوطة بشكل جيد دوء كابتر احمد كامل رئيس المسابقات والمجلس بالكامل حطين استراتيجية من اول موسم للمسابقات دي حاجة مية مية ما فيش لخبط فمناشدة لجنة المسابقات والاتحاد المصري زودوا قيمة الفرق تبقى 16 لعيب عشان ما نتعرضش لإصابات نتيجة الحمل العالي النهاردة الاهلي بلعب بطول عربية بلعب البسكت بول أفريكالليج النايل كونفرنس هتتلعب في شهر إبريل اللي جاي الرابع يوم العيد بعد كده ان شاء الله يطير على الواندق لشي لعب الفاينالز ضغط رهيب من الماتشات يرجع يلعب بعد كده فينالز سوبر يلعب فينالكاس يخلص يخش اللعيب على كاس عالم شهر 8 فالدنيا هنا صعبة لازم تزود للعدد عشان حتى المدرب يبقى عنده قماشة ما يبقىش هو بين نارين اللعيب ده أنا عايزه وبعد كده طلقه إعارة ولا أجيبه فطبعا أكيد المصلحة العامة إنه يبقى فيه مكانين زيادة فيه كل قائمة